هناك مشكلة بيعاني منها قسار القامة في مصر المفروض ان انتو مواطنين مصريين عديين يعني حضرتك برضو في بداية الامر عاوز الفتنزل حضرتك والسادة المشاهدين ان فيه فرق بين قسار القامة وبين الاغزام ايوة بس الاغزام دي جاية من مرض التقزم ومرض التقزم ده مرض جيني بيسيب الطفل وهو بطنه امه ده بينتج عنه تقوص في العزام وفي الاطراف الايدين والرجلين وبيبقى حجم الجنجمة اكبر شوي اه اما قسار القامة فده قسار في القامة يعني ممكن يوصل لمية وخمسين سنتي مية تسعة وخمسين سنتي وانا بنقام لنا سيارين كتير يعني بالزلط كده لكن الاغزام بيبقى ليهم نمط معين في الهيكل الجسماني ويتروح اطولهم اقصى طول للاغزام بيبقى مية واربعين سنتي لكن الحد الادنى ممكن يوصل سبعين وستين واربعين ده بيبقى ضمن الاغزام طيب حجموكم حضرتك بيمثل عائق في الحصول على وظيفة مناسبة ده بيمثل عائق في حاجات كتير اوي مش وظايف بس ده بيبقى منذ نشأة الطفل وهو قزم شوف حضرتك نظرة المجتمع اليه بتبقى عاملة ازاي لما بيكون طفل وهو داخل المدرسة بيشوف تريقة من اولياء الامور ومن التلامزة اصدقاء حتى من المدرسين والمدرسات بالتالي الطفل وهو صغير وهو داخل لسه بدرسة جديد بيجي له عقدة نفسية بالتالي بيقعد ما بيكملش ما بيرضاش يروح المدرسة الا اذا كان وراه اسرة بتكون عندها قوة ارادة وقوة تحدي بتقعد تزرع فيه روح التحدي وروح الارادة بالتالي بيقدر يكمل حسنا حسنا